وعلى ذكر كل الاتجاهات الحقيقة خلينا نقف عند الدور المجتمعي الكبير جداً في هذا الاتجاه اللي بيقوم به النادي الاهلي اللي يتابع تفاصيل دور النادي الاهلي في الحركة الرياضية لازم يشعر بكل التقدير والامتنان والاحترام لما يبزل على الأرض لخدمة الشباب وخدمة عضو النادي حتى النادي الاهلي وده اتساق معه توجهات الدولة وفكر الدولة وإقاع الدولة في المرحلة الأخيرة لأنه بنفس حجم الإقاع غير المسبوق في منجزات الدولة المصرية دلوقتي في كافة الأصعادة خاصة الإنشائية والبنائية هتلاقي النادي الاهلي شغال بنفس السرعة وبنفس الكفاءة وبنفس القدرة وبنفس الرغبة فيه إنجاز كل ما هو متميز شوفوا الدور الإعماري الكبير جداً للنادي الاهلي في ربوع المجتمع المصري بقول لكم هتشعروا أنه هذا المجلس في خلال مدته فقط ديت أقل من أربع سنوات قدر يعمل نقلة نوعية هائلة جداً ورائعة جداً في مستوى المنشآت الرياضية سواء في تطوير منشآت النادي في الجزيرة أو في افتتاح الكثير من المنشآت الجديدة في مدينة نصر زي ما حضراتكم شايفيني الكابتر محمود الخطيب وهو حريص بشكل شبه يومي على التنقل بين مقرات النادي وتفاقط حركة العمل فيها لخدمة أعضاء النادي أنت بتتكلم على مجتمع النادي يكاد يصل العدد إجمالي بالنسبة لأفراد كل الأسر الموجودة إلى أكثر من مليون فرد النادي الأهلي بيرعاهم في مختلف فروعه شوفوا حجم اللي بيحصل من إنشاءات في كل الفروع وشوفوا إقاع العمل للنادي الأهلي حريص عليه في التجمع الخامس ده مدينة نصر تجمع الخامس النادي لما استلم الأرض قلتلكم المجلس الإدارة السابق كان اشترى أو اتجه لشراء أرض للنادي الأهلي في التجمع الخامس لما كانت المنطقة الأرض معيوبة ومحفورة بشكل مكلف جداً لبنائه حرص مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالتواصل مع وزارة الإسكان اللي مشكورة بدلت الأرض للنادي الأهلي من منطقة لمنطقة مجورة فيها مستوية بدأ العمل بقول لكم بنفس إقاع العمل أو الرتم اللي شغالة بيه الدولة المصرية دلوقت وبتشوفوا كل حاجة إزاي تحصل في أسرع وقت وبأعلى كفاءة وبأقل تكلفة دا إقاع العمل في مصر الحديثة مصر الجديدة تساقل معاها النادي الأهلي شايفين وصل لفين في التجمع شوفوا درجة الإنماء والتنمية والإعمار اللي حصلت لما النادي الأهلي تواجد في التجمع وبسرعة قدر النادي يطلع من على الأرض وقدرت المنشآت ترتفع ويقترب الأهلي خلال إن شاء الله فترة قصيرة جداً من افتتاح فرع الأهلي في التجمع الخامس بعد مطور الجزيرة وأضاف الكثير من المنشآت والمرافق لأهل مدينة نصر وعما قريب هيفتتح جراش أهل مدينة نصر عشان يسهم بشكل كبير جداً في حل مشكلة المرور في مدينة نصر وده مقر الشيخ زايد اللي لما افتتح يعني تم بناءه أو بدأ العمل فيه بشكل كبير جداً مع مجلس إدارة الكابتن حسن حمدي المهندس محمود طاهر ومجلس إدارته استكملوا البناء وافتتحوا المجلس الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بيواصل العمل على افتتاح المراحل المتتالية في مقر الشيخ زايد هذا الدور الإنماء التعمير المهم للنادي الآلي بيتيح للأعضاء وده الكلام اللي الرئيس قاله فكرة الممارسة بصوا على ملاعب الأهلي في كل هذه الفروة هتلاقوا النادي حريص دايماً على إتاحة الفرصة للأعضاء ملاعب حتى ملاعب الكرة وملاعب السلة وملاعب الطائرة وحمامات السباحة شوفوا عدد الآلاف من أبناء النادي في الأكاديميات المختلفة أكاديميات الألعاب المختلفة بل وده فرع الأقصر اللي كان من النادي الآلي سبق في الاستجابة دايماً وأبداً إزاي يطلع برسالته وبدوره وبمكانته وبفكرته وبأفكاره خارج نطاق القاهرة الكبرى ويصل إلى كل الأقاليم النهاردة تقريباً معظم المحافظات فيها مقر الأكاديميات النادي الآلي لكرة القدم والنادي حريص على أنه كمان يطورها يبقى فيه أكاديميات للألعاب المختلفة تنقيباً على المواهب ومساعدة للأطفال والشباب على ممارسة الرياضة الفكر اللي حاوتها رسالة الرئيس في أنه ضرورة الممارسة ضرورة أن الشعب يحول الرياضة إلى سلوك حياة سلوك يومي فأعتقد هذا التوسع الكبير من النادي الأهلي في منشآته هو تدعيم وتعزيز وترسيخ لدور الوطن الكبير ناس كتيرة بتتكلم عن النادي الأهلي وهي مش مدركة حجم ما يصنعه النادي الأهلي ويقدمه خدمة لمجتمعه والتزاماً بوعده وبدوره في خدمة وطنه ده النادي الأهلي في كل ربوع الوطن وحتى على مستوى كل الأصعدة شوفوا أجندة النشاط اليومي في النادي الأهلي هتكتشفوا أنه عمل جبار بيحدث كل يوم حتى في رعاية النشق ورعاية الشباب ورعاية زو الهمم الخاصة النادي الأهلي عنده أجندة نشاط متفعلة يمكن بالمناسبة لجنة الطفل في النادي واحدة من اللي جاء النشاط في النادي اللي بدأ المجلس الإدارة يدفع الأعضاء فيها لمزيد من العمل ومزيد من التفعيل لجنة النشاط أو لجنة الطفل في النادي يوم السابت إن شاء الله عندها ندوة مهمة عن الدافعية النفسية للأطفال دي مع عدد كبير من أولياء الأمور المتقدمين للفرق الرضية المختلفة النادوة هتكون الساعة 6 في البرجولة الخمسة في فرعاة الأهلي بالشيخ زايد هتتضمن ورش عمل للأطفال بعنوان الأسر المتحركة بمشاركة 40 طفل من سن 7 لسن 12 سنة على أن يتم تسجيل أسماء المشاركين من الأطفال في العلاقات العامة النادوة دي بلتعاون مع اللجنة العليا للي جاء برئاسة الأساس وليد مبروك متولي ولدارة تنفيذية للنادي برئاسة الدكتور سعد شالبي ده التفعيل لدور النادي الأهل المجتمعي انت بتبدأ بتتكلم على الطفل بتبدأ تبني من الصغر لرعاية أبناء الأعضاء للحث على ضرورة ممارسة الرياضة لفتح كل ملاعب النادي لاستقبال الأعضاء وأبنائهم أيضا حتى لي زاو الهمم الخاصة اللي محتاجين الرعاية الخاصة النادي حريص على تفعيل دور هذه اللجنة مع اللجان العليا فيه بتنظم جلسات شهرية بعنوان يلا نساعد بعض والحياة ده عمل إنساني راقي جدا ودور نبيل ومحترم للنادي الأهلي انك ازاي تقدر تحتضن زاو الهمم الخاصة من أبناء الأعضاء علشان تقدر فعلا تساعدهم في دمج أبنائهم من زاو الهمم الخاصة في المجتمع الرياضي وازاي يرتبطوا بالنادي وازاي تكون لهم فرصة لممارسة الرياضة للارتقاء بيهم والإسهام في علاجهم شوفوا في كل اللجان من لجان المرأة لللجان الثقافية للجان النشاط على كافة الأسعدة حريص النادي الأهلي على الوفاء بدوره وخدمة وطنه في هذا الاتجاه ده الدور المهم للنادي الأهلي لأنه زي ما قلتلكم صدقوني الأهلي أكبر من فكرة فرقة رياضية أو مجرد نادي ترجمة نانسي قنقر